اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عجيبة رهيبة خلينا اتكلمكم عن بعض الامور فيه تول معين يكوننا نستخدمها في التحليل راشن الروز فيه اش اسمه UML Diagrammer اللي هو مختص باشكال الUML الUnified Modeling Language وهو عبارة عن مقرر التحليل وتصميم النظم نتذكر منه ادوات الـ Use Case, Context Diagram DFD, FDD and so on الان في واحد جديد عجبني جدا وحقيقة هو مش software ولا برنامج هو عبارة عن Online Free Tool يعني ممكن تعملوا انتو تجربة عليه على الموقع نفسه واذا حبيت تاخذ الـ functions كلها فممكن انت تشترك فيه ورسومه عن جد مو معقولي يعني رسومه بسيطة جدا الموقع هو Creatly كل ما عليك انك تكتب Creatly في الجوجل بيطلع عندك هذا الموقع اللي انت شايفه امامك The simplest way to virtualize concepts يعني بسيطة وطريقة بسيطة جدا حتى نعمل الاشكال والمحتويات برسمات معينة طبعا Draw Diagram and collaborate with Creatly طبعا 1000 of professional templates and shapes 1000 قالب من الاشكال المحترفة طبعا initiative drawing tool with precision control و seamless collaborate for team and clients طريقة جدا حلوة حتى يتعامل فيها الـ customers وفرق العمل الى اخره تمام الان لما انا بدي زي ما بحكوها ابدأ في الرسم شو اللي المطلوب مني باختصار شديد اياما انت بتكون عامل joining للأكاونت sign up free وتسجل بعدها تعمل sign in طبعا بيعطيك خمس محاولات بعدها بيقول لك بدي فلوس و او انك تبدأ من start drawing now start drawing now شوف شو اللي رح يصير الان هيعطيني templates القوالب كابلي الجميل في الموضوع انه القوالب هون مقسم لها هذا categories بدك اي شي بتعلق بالستراتيجيز والبراسيسز لاحظوا لاحظوا شو عندكم عندكم value proposition p.e.s.t analysis template marketing presentations اي شكل بدك ايه لو تلاحظوا ممكن اكبس عليه انا على فرض خلينا اختار مثلا marketing presentation اللي هو concept map use اكبس على use لو كبست على use شوفوا اللي رح يجيني تخيلوا انت مش رح ترسم جاب لك structure كامل الشكل الاساسي كامل لو بدك اتعدل عندك الادوات من هون كل ما عليك ممكن تسحب هيك تسحب هيك بدي اربطها تعال اكبس على كبسي من هاي الكبسات هيطلق عندك هون الاسهم مد صح بدك اتجاه السهم من وين هيك السهم صار عندي شكله لتحت شايفين كيف بدي اعكسه اكبس على السهم هون تعمل reflexive عكس السهم صار لفوق شوفوا الجمالية في الموضوع بدك تغير اكبس على واحدة غير الكلام بدك تغير لون تعال من هون غير الالوان بدك تغير الحجم تعال على تي اعمل حجم اكبر او 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 الى اخره مثلا هاي رسمة شوفوا كيف اعطاني القالب جاهز وانا ممكن اجي اعمل ايش احاول صورة png svg jpeg وpdf تمام او اعمل share طيب خليني ارجع مثلا على القوالب الاساسية عندي بالانجينيرينج لاحظوا شوفوا بالانجينيرينج ring network diagram اللي هي نوع شبكة الحلقة هيوز لشبكات الكمبيوتر للي بدون الكمبيوتر طلعوا الان شو رح يطلع علي يا سلام بيعطيني الكمبيوترز والاركتكتر تبعت الشبكة الring الحلقة لاحظوا ممكن انا اجيب ايش ساتيلايت ممكن اجيب الارث صح واجيعمل ايش مباشر بس حدك الماوس او اكبس على الايكونز اجيعمل كابل او عفوا السلك واربطه واختار نوع السهم من وين لوين ولونه يا سلام او ايش بدي راوتر في عندي راوتر موجود هون switch بسحبه صح وببرطه بربطه مع network صح ولا لا وا 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 الاخري ارجع باك لجماعة اللي بيشتغلوا طبعا كثير عندي انا concept use case احد اهم ادوات الunified modeling language وممكن اكبس ها زي هيك واتفاجأ انه ايش بيعطيني مثلا مساحة اني انا ارسم فهاي عندي اللي هي border صح ولا لا system border هاي الاكتور هاي use case من جوه صحيح هاي use case ثانية ممكن اجي اعمل اللي هي extension اللي هي التوسع من ال use case الاصلية ممكن اجي اعمل اللي هي ايش بيطل عندي هون stereotype use case ممكن اعمل include وا وا الى اخره ارجع او خلينا بالله علي use case هون مرة ثانية اوك اجينا اشتغلنا ايش كمان في عندي هون برضو كمان موجود اللي هو عبارة عن ايش هذا context diagram اللي فيه تدفق البيانات هاي عندي الاكتورز وهاي عندي السيستم الاساسي وهاي البيانات متضفقة تجاه السيستم والعكس وممكن ننظيف وممكن ننظيف وممكن ننعدل وممكن نربط لاحظوا كيف هاي ابدأ ارجع من هون خليني نسكر هاي الصفحة خليني اجي عمل اه هون صار عندي اكثر من مرة انا حاولت بالرسومات تمام ممكن ارجع هون كمان شوفوا ارجع هون كالتالي لاحظوا في عندي engineering هون products رسومات عن المنتجات اي كاتيجوري بدكم اياه وتفكروا فيها مباشرة راح تلاقوا الشكل المناسب لها فموقع عظيم وموقع حقيقة انا مستعد ادفع عليه اشتراك مثلا 50 دولار في السنة لكن بيعطيني فانكشنالتي رائعة جدا اتمنى يا رب الفيديو عجبكم اتمنى انكم استفدتم دعواتكم لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتدعموها عن طريق اللايك وضغط على زر سبسكرايب اسفل الفيديو ممتن لكم واذا حبيتوا تفاصيل اكثر في منكم مهتم بموضوع كيف يرسم في الي في القناة بلاي لست خاصة بمقرر تحليل وتصميم البيانات بشرح فيه كيف رسمة وكتير من الUML فزورونا وشرفونا بالقناة للي مهتم انه يعرف كيف يرسم التول هاي في فيديوهات خاصة بالشرح بشرح الجزء النظري بالبداية وبالنهاية بعلنكم كيف ترسموا على البرنامج تحياتي لكم والله يعطيكم الف عافية اشتركوا في القناة